شبكة وقناة الجزيرة موازنة تونس 2025 هما راو يكتبوا موازنة تونس هذي بالدكسيونير متاحهم اللي هي نقوله نحن الميزاني دونك نهات ان نتونسها ميزاني تونس 2025 زيادة الضرائب والدين المحلي وسط أزمة مالية يقولوا له هنا أزمة مالية ما تفاهمين فاهمهم جايبين حاجة جديدة على خطر دي معنوا ديون دي ما تسمى أزمة هذيك أظهر مشروع قانون الموازنة يكتبوا الميزانية في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضعف تقريبا الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول عن القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية وستخفض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف باش نفسر باش كمال نقرأ مجلس بالباراقراف نفسر خير هذه حكاية الميزانية في تونس في عوض نقرأ الكل ونعلق نعلق بالبارتي بالبارتي معنى خطر الحكاية الميزانية عافية معقدة الأمور مشاربك لو مزلنا باش نحكيوا عليها أسابيع القانب والكل معنى أما راو في قانون المالية هذي حكاية الكارونت بورسان وترونت بورسان ولي ما بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين واحد راهم في اللخر في اللخر ما هاش حاجة كبيرة معنى أكثر واحد باش ينقصلوا من شهريته باش جيه في المية وثمانين الف ميتين الف راو في اللخر وأكثر واحد باش تزيد له شهريته باش جيه في دولة ستين ثمانين دينار اللي هو في اللخر باش يعود يخلصهم في حاجة تخرين القدين كيما في سوم القاهوة وغيره دي جالي هيا زادت فما نكبروش الموضوع أكثر ما اللازم هو مشاربك ما تركزوش مع برشا ما شكاية كبيرة من شيره آخر يكمل في الارتيكل وتشير وثيقة مشروع قانون الموازنة 2025 إلى حجم القروض الداخلية سيتضعف بشيوصل 7.08 مليار دولار ما اللي كان 3.5 مليار دولار هذا الداخلي بينما القروض الخارجية بشتوصل الـ 1.98 مليار دولار في 2025 اللي هي كانت 5.3 مليار دولار في 2024 وحجم الموازنة في تونس عشرين فاصل خمسة وربعين مليار دولار في الفين وخمسة وعشرين قدام خمسة وعشرين فاصل اثنين مليار دولار العام اللي فات معناها الموازنة متاع الدولة عم ناول اكبر مسنة اللي هي الحقيقة ذي يتركز معها في ارتيكل كيفاش ميزانية متاع دولة تمشي وتنقص. ولو انها والله ما اندريش خطر الوزارات بشي نقصوا اه بغت ربما على المصاريف ربما بتاع الوزارات وفي الادارات ما ما نحكين عليه برشا. حاجة بيها وخايب. ليه يجي اقول يزم ترشيد يزم ترشيد معناها منجيش فما حاجات بخاتيك اللي منجموش نقصوا منهم خطر ينجموا يعطلوا الخدمة وكل شاي ولكن فما حاجات زي ده اللي هيت نجم تكون فيها برشا مبالغة ومصاريف زي ده نجمو نقصوا فيها علش ليه. تعطيني شوي وقت. قبل كنت في الحكومة كيفاش تتعمل الميزانية؟ بالحق خليناعرف كيفاش تعمل الميزانية؟ الميزانية راهوا كل وزارة عندها متطلبات فهيت الوزارة هذية تحط راني حاجتي بالبيجيل فلاني للميزانية الجاي. يجي سواء عضو من الوزارة ديك ولا مجموعة من الوزارة ويقابلوا شكون من العباد اللي يعملوا في الميزانية ويتفاوضوا. يتفاوضوا تاكل بعض هالدنيا معناه بالحق. مثلا وزارة التربية وزارة كل وزارة وكيفاش. يقولوا وانا نحب هك وانا يحبها كما تبقينا حزم موارد الدولة. الوزارات يتحطوا قدام يقولوا يا اخويا انتي تحب مثلا تحب عشرة مليارات عندي كانت ستة وتصرف. في الاخر نحنا نحنا غادي راه. معناها راهوا غير ما نحكيوا على الاستثمار. الاستثمار راهوا في ميزانيتنا. عنا مدة موش جديد. الاستثمار راهوا حاطين وتقولش عليهم فلوس على جنب. حاجة خايبة. معناها الاستثمار على اساس المشاريع الاستثمار واللي الدولة راهوا لازمها تستثمار. طبعا. صنوعيا مش الاقتصاد. طبعا. معناها الفلوس الاستثمار حاطينهم بش كي نعك شو في حاجة ولا فما فاي ممتاع فلوس مستحقينهم ولا يغلل البترول ندوروا الاستثمار محيو منهم. معناها وقد ديش فلوس جيت من بره للاستثمار ومشيت شهر. موشيت شهر. نحنا غادي. نحنا غادي. بش تقولي قاعدنا نكاركر وفاكلي دخلوا في الوظيفة واحد وكل شي هي متفاهمين. مية فموزارات ما تنجمش تزيد تنزل عليها كثر من هكا. بكل صراح. فديما يقضت انو الميزانية نقصت معناها حاجة حاجة غريب. بش نكمل في اخر حاجة. مش فكرة بي. وحين تعتزموا الحكومة تخفيض الضريبة على اصحاب الدخل المحدود فانها سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري ثلاثين الف دينار سنوين كي ما قلت لكم. فالاخر راهوا المارج متاع الفلوس اللي بش تزاد لهذا وتنقص لهذا مايش حاجة كبيرة.